عبر الأقمار الصناعية مباشرة معي من درعا محمد الحوراني مراسل أخبال أن في درعا وريفها مساء الخير أهلا بك معنا محمد بداية فيما يتعلق بأحياء درعا البلد التي استهدفت بصواريخ الفيل هل ممكن أن نتحدث عن ضحايا هنا قتلى وجرحة؟ نعم يسوم مساء الخير 16 غارة جوية شنتها قوات النظام بالطائرات الحربية على أحياء درعا البلد و23 صاروخ فيه وهذا الصاروخ هو محل الصين لقوات النظام لا أحصائيات دقيقة حتى هذه اللحظة لعدد من القتلى أو الجرحة ولكن هناك جرحة وقتلى بصفوف المقاتلين في حي المنشية الجدير بالذكر الأميسون أن حي المنشية يخلو تماما من المدنيين ولكن هناك بعض المدنيين في حي طريق السد الذي تعرضوا أيضا للقصف وحالة النزوح كبيرة بالنسبة للمعركة التي بدأها النظام اليوم في حي المنشية هي كانت تنتج عن تمهيد مدفع من قبل قوات النظام صباح اليوم بهدف استعادة السيطرة على حي المنشية الاستراتيجي هذا الحي الذي خسرته قوات النظام قبيل اتفاق أستانا وهو قرار تخفيف التصعيد في درعا كان هذا التقدم لقوات النظام الميليشيات الإيراني وحزب الله اللبناني متزاما مع قصف مدفع يعني في قوات النظام وعدد كبير من الغارات الجوية وأيضا بالبراميل المتفجرة تمكنت قوات المعارضة المنظوية تحت غرفة عمليات البنيان المرصوص من تدمير عربة لقوات النظام أيضا وقتل عدد كبير من الميليشيات الموالية للنظام قلت تقدمت يعني بآخر قبل قليل بآخر التطورات هذا الموضوع نعم يسو صراحة وحاول قوات الأسد التقدم استعادة ما سيطرت ما تمت استعادته من قوات المعارضة العسكرية بحي المنشية ما آخر تطورات هذا التقدم وما أهم شيء من حي المنشية الذي يعتبر استراتيجيا يعني كونه قريب جمرك درعا القديم هل هذا يجعله مهما لهذه درجة لقوات الأسد أم ماذا أيضا طبعا ميسون فشلت قوات النظام من إحراز أن يتقدم ملحوظ في حي المنشية لكن تقدمت إلى بعض النقاط في حي المنشية بدورها قامت فصال غرفة عمليات البنيان المرصوص بالتصدي لهذه القوات وإعادتها للخلف كما قلت لك هناك عدد قتل كبير بصفوف عناصر النظام بسبب الاشتباكات التي ما زالتها دور حتى هذه اللحظة بالنسبة لأهمية حي المنشية هي ليست أهمية فقط للوصول لمعبر جمع النصيب الحدودي أو معبر درعا الحدودي مع الأردن من جهة الرمثة بل هو النظام يسعى إلى تأمين مواقعه العسكرية داخل درعا المحطة التي أصبحت تحت مربع الجيش الحرب بعد سيطرتهم الكاملة على حي المنشية ولا سيما هنا أقصد حي سجنة وأقصد الفروع الأمنية في درعا المحطة كفرع الأمن السياسي وفرع الأمن العسكري وأيضا البركز الرئيسي لعمليات قوات النظام في درعا المحطة وهو مركز محافظة درعا الملعب البلدي المعروف في ملعب البانوراما التي تتمركز فيه قوات النظام في هذا الملعب المدفعية الثقيلة تتمركز هناك النظام يسعى إلى تأمين نقاطه في درعا المحطة فإذ الثوار تتمكنوا من السيطرة على حي المنشية ربما تكون عملياتهم القادمة في تجاه تحرير مركز محافظة درعا بشكل كامل وتعتبر محاررة بشكل كامل أما بالنسبة للواقع أو الأهمية الأخرى اللي هي الأهمية الاقتصادية النظام كان سابقا يسعى إلى الوصول إلى جملك درعا الرمثة ووصولها مع المملكة الأردنية عبر أنفاق تمكن من حفرها من داخل حي المنشية إلى أسفل المعبر وأيضا النظام يهدف إلى قطع الطريق الوحيد ما بين ريف درعا الغربي وريف درعا الشرقي وهو معروف باسم الطريق الحربي بهدف قطع أوصال المعارضة في ريف درعا شكرا لك على كل هذه المعلومات محمد الحوراني مراسل الأخبار الآن في درعا وريفيا كنت معنا عبر الأقمار الصناعية مباشرة من درعا